خلينا نروح لأخبارنا وفي البداية بنبتدي بكرة اليد كالعادة لأن كرة اليد زي ما حضركم عارفين بنتيجها مع المنتخب ونتيجها مع الفرق أصبحت يعني هي اللعبة الشعبية التانية فلازم نبتدي بيها في كل أخبارنا فرقتنا بتستعد بقيادة مستر ديفيد ديفيز لمباراة طلاقع الجيش مباراة مهمة جدا في الجولة الخمستاشر من الدوري وهتتلاعب في صالة طلاقع الجيش بمنشية البكري المباراة ان شاء الله هتتلاعب بكرة بإذن الله الساعة الرابعة عصرا ان شاء الله طيب فرقتنا آخر جولة لعبتها واخر المباراة كانت مع نادي الظهور وخلصت بنتيجها 29-18 يعني الحمد لله الفرقة بنوعا ما شكلها بدأ يظهر وطبعا زي ما حضركم عارفين محتاجين وقت لأن فيه جهاز فن جديد جاي من وسط الموسم انت محتاج على الأقل عشر مبارايات والحمد لله الفرصة يعني مساعدانا طيب يعني الإصابات هي المشكلة اللي لسه بيعاني منها الفريق في بعض الغيابات وهنقولها لحضراتكم بالتفصيل ممكن كمان فرصة معايا كابتر محمد عبد الوارث هنتكلم معا عن الإصابات حتى في فريق كرة اليد الرجال يعني أصدق لحضراتكم أنه يعني الفريق بنوعا ما بدأ شكله يظهر بدأ بعدما رجع برابع العالم يعني الفرقة بخد الثقة إن شاء الله الفترة الجاية نشوف أداء جيد وثبات في النتائج يمكن ده كان خبرنا الأول هنروح للخبر الثاني وهو كرة اليد السيدات اللي كلمنا عنه من شوية وإن فيه ست لعبات من النادي الأهل انضموا لمنتخب مصر للسيدات واللي بيلعب دلوقتي بتروت أفريقيا النهاردة أول يوم في السنغال طيب مين هم اللي سفروا أو اشتركوا مع المنتخب معنا منت الله سيد ليلى هيثم شهد الشواربي أمين هشام طوء كامل وأمين عاطف دول سداسي النادي الأهلي اللي طبعا كان لهم الشرف أن يشاركوا مع منتخب مصر البطولة هتبقى من 9 إلى 19 نوفمبر اللي احنا فيه إن شاء الله يعني على 11 يوم تقريبا طب مجموعتنا مين وده لن نكلم عليه بتفصيل بقى طبعا مع ضيفي العزيز كابتن محمد عبدالوارث بعد الفاصل أو بعد النصف الثاني من حلقتنا تونس المغرب غينية الكون هو برازافيل دول مجموعتنا يعني إن شاء الله هتصور كده إن احنا نتأهل بس نعرف المزيد طبعا مع يعني ضيفي هيبقى يعني ده طبعا كابتن رامي عبداللطيف المدير الفني للفريق وده طبعا الفوتو سيشن أو جلسة تصوير الجامعة الفريق قبل السفر إلى السنغال ويعني نتمنى التوفيق يعني ده حلم إحنا استننا كتير ولكن المهم المشاركة طبعا ولكن الأهم من الانتظام لازم الفترة اللي جاية منتخب السيدات لكرة اليد يكون فيه انتظام في المشاركة انتظام في الاعداد لأن أنا شايف إنه كرة اليد خسارة يعني احنا ممكن نلاقي فريق سيدات قوي زي الرجال احنا خسرنا كتير وفاتنا كتير فاتنا أرقام وفاتنا بطولات وفاتنا مدليات خسارة يعني زي ما متفوقين في الرجال يعني كما الحل في الاسكواش مثلا الاسكواش رجال وسيدات احنا جمدين فهي اليد يعني ركبة على جينات الشعب المصري فاخسارة فطبعا احنا بنشكر اللجنة المؤقتة اللي بتدير اتحاد قوية اليد الحقيقة بهذا الاهتمام وبهذه الخطوة انه يعني يأسسه المنتخب والجميل انه اغلب لعبته من الصغر السن فطبعا ده يعني تخطيط او بلان انهم عايزين منتخب يدي 10-15 سنة قدام ان شاء الله الاستمرارية مهمة جدا باذن الله